نتكلم بقى على موضوح حلقتنا النهاردة احنا لما جينا ندور على موضوح حلقتنا النهاردة لقينا روحنا بنسميها محدش يقدر على المصري يعني ايه محدش يقدر على المصري؟ ايه يعني نتخانق ونضرب بعض؟ لا مش كده المصري عبر التاريخ عنده شخصية عنده هوية عنده تركيبة كده التركيبة دي راح الزمن وجه عليها مقدرش يغير فيها حضرتك تبقى مثلا بتد ماشي في شارع من شوارع اوروبا والشوارع زحمة جدا وفجأة تلاقي واحد بيقولك والله العظيم حصل اصلا تقوم واقف كده؟ مصري هو بيتكلم كان بالانجليزي ولا بالفرنسي ولا بالاسباني ولا بالطلياني بس في النص راح تتلع الجملة المصري تلاقيه ماشي في شوارع المدن في اوروبا يدور على القهوة المصري اللي بتزيع اغنية الست يوم الخميس بيدور على سندويتش الطعمية اللي جنبه حتة مخل الحرشة المصري ده عنده قناعات بشخصيته يبقوا اغنية قوي او نص نص او ربع ربع او نص طيبين زي اهلنا لكن لما نعمل الفرح نعمله بنفس الشكل ونحط كهارب على العمارة ولما ييجي اسبوع الودن دقل هون ولما ييجي البيت جارتنا تتجاوز اديها النقطة واحتفل بشم النسيم واكحل العيال يوم ثابت النور ولما احتلونا وانا كنت لسه بتكلم مع الشباب اللي بشتغل معايا مبارح قبل يعني احنا بنرتب للحلقة كده بقولهم في دول كتيرة احتلت في حقبة الاحتلال والاستعمار قبل بقى في قبل الخمسينات بعد الحرب قبل الحرب العالمية بعد الحرب كده يعني الشعوب دي فقدت لسانها بقى تتكلم كلها بالفرنساوي او تتكلم كلها بالطلياني وحتى لغتهم المحلية مش بس بتكلمش على العرب بس بتكلم على العرب وغيرهم لغتهم المحلية اتكلت في سياق الاحتلال الا المصري احتلونا على قد ما احتلونا لا لسنة عوج ولا اتأثرنا بطريقته يعني معلش سبعين سنة احتلال بريطاني لمصر ويمكن هقول حاجة الناس تقول يعني بتتفاشخاري بيها لا بس يعني بسجل ان احنا لسه بنقول على البيبي معرفوش يعوجه لسنة دي ميزة ولا عيب لا يعني ان شاء الله اللي بيدارسين في المدارس والخواجاتي وبتاع بينطقه اكسلنت لكن الشعب لسانه ما تعوجش الشعب ما فقدش هويته عشان كده الشخصية المصرية دي او الهوية المصرية دي او التركيبة المصرية دي اللي هو هنتبح في العيد هنولع الفوانيس هنعمل الكحك عليه قرسة اتون وكده جاي من زمان هنأكل الفسيخ والرنجة هننبت الحلبة في شم النسيم هنعمل هنسوي هنأكل العش الشمسي في الصعيد والفايش الحاجات دي بالنسبة للمصريين هوية لما حاول اي حد مستعمر انه يطمس هذه الشخصية فشل المصريين بيعتبروا ان مصريتهم مصريتهم امن قومي ماينفعش افقد شخصيتي وابقى شابه اي حد تاني اتكلم زي اي حد تاني اااكل زي عشان كده في ناس كتير تقول ايه الدنيا في مصر غير رمضان في مصر غير الكريسماس في مصر غير ليلة شم النسيم في مصر غير المطربين ييجوا من بلادهم ينجحوا في مصر وتبقى حفلة شم النسيم بتاعت عبد الحليم او فريد القطرش غير اي حفلة الجمهور اللي بيسمع ويصفر ويغني وغير أي جمهور كان فيه فيديو من كام يوم كده عن حد لويل سميس أنا مش عارفة هو مين الحقيقة مين ده فاندم ممثل مشهور جدا كان بيسمع أغنية لأحمد سعد وبعدين قام رأس عليها موسيقى مش بتاعته بس الموسيقى بتاعتنا والإيقاع الإيقاع بتاعنا يرأس الحجر أغنية إيه اليوم الحلو أنا بحبها جدا على فكرة فرقة ريدة زمان لما كانت بتطلع تعمل حفلات في العالم كله على موسيقى علي إسماعيل كانت يعني كل الخواجات ترقص على فكرة فيه احتفالات كتيرة أو صور كتيرة بتتجاب من الغرداء والجونة وأسوان والأقصر للخواجات لما يروحوا في السياحة وبعدين يحضروا الليلة المصرية اللي بالطبل والزمر والريس متقل والمزمر والخل لا تلاقيهم قاموا ويرقصوا رغم إنهم عمرهم ما سمعوا دا المزيكة والغنى والعادات والتقاليد والتاريخ اللي سكننا والحضارة القديمة والحضارة القديمة وشم النسيم وعبد الحليم وإيه ولا إيه ولا إيه والمحجبات اللي بيولعوا شمع للعذرة والقبتيات المصريات اللي بيروحوا السيدة نفيسها يكنسوا الضريح على العيدة وولاد الحرام والحكاية ليها هوية وما حدش يقدر على مصر لما اتحددنا باحتلال داخلي إرهابي كان متصور إنه حيضيع شخصية مصر وهوية مصر ويلغينا ويخلينا استنباط لنعرفها ولا بنحبها خرجنا في أعظم ثورة في تاريخ مصر إحنا الشهر الجاي يونيو كله هنتكلم على عشر سنين على تلاتين يونيو لما خلونا النهاردة نبتدي ونقول محدش يقدر على مصر واللي حاول دايما نقول واللي عايز يجرب يقرب لما قربوا خرج تلاتين مليون الشوارع ليهم طلب واحد نحافظ على مصر وشخصية مصر وهوية مصر وشخصية وهوية المصريين